اشتركوا في القناة بمناسبة حلول شهر رمضان زينة البيت بهذه الطريقة زينت بيتي حتى يفرح الاولاد ويستبشروا بقدوم هذا الشهر المبارك وخاصة احنا بالغربة تنطيهم فد اجواء حلوة اجواء مبهجة بقدوم شهر رمضان المبارك وهذا زينتنا تقريبا هذا الهلال هو اللي سوينا ونزلنا على القناة الثانية من مواد كلش بسيطة وشغلات كلش بسيطة يقدر كل ربة بيت تسويها بايدها الاولادها تفرحهم مع غرض من السوق فوانيس وشموع وهي النشرات الضوئية مواد كلش بسيطة ورخيصة موجودة بالاسواق بعد ما زيننا وكملنا وهي متلت البهجة بالبيت هسا راح ننتقل وياكم الوصفتنا الحلو لهذا اليوم الحلو اللي قدمت لأسرتي بأول يوم شهر رمضان المبارك أتمنى أن يعجبكم حلو البريوات حلو اليوم مغلبي اسمه البريوات باللوز أتمنى أن تعجبكم وتنارضعكم ننتقل أصدقائي هسا الوصفتنا لهذا اليوم البريوات باللوز طبعا مثل ما تشوفون قدامكم نحتاج كوبة من اللوز المطحون يعني إذا ما متوفر عدكم ممكن تشتروا اللوز وتقشروا واتحنوا بالمطحنة عادي نص كوب من سكر الباودر مثل ما تشوفون يعني ورح نستعمل بياضة البيضة والمستكة حبات المستكة هاي يعني حسب الذوق أو إذا متوفر يعني ما متوفر مو إلا مو ضرورية وعندي هنا تقريبا ملعقة كبيرة من الزبدة بما يعادل 30 غرام زبدة ملعقة كبيرة وأكيد راح نحتاج ورق البقلاوة إذا ما متوفر عدكم ورق السنبوسك أو ورق القلاج أي نوع من أنواع هاي الأوراق اللي نقدر نسوي بيها بقلاوة أو سنبوسك أول شي راح نطحن حبات المستكة راح نحط هوية بالمطحنة مع القليل من السكر نطحنها وحتى نضيفها للمكونات طبعا نحن هنا نشتري المستكة من المحلات العربية تنباع بهذا الشكل حبوب المستكة يعني كلش تستعمل بالحلو العربي تنطينك هي يعني شوية حلوة يضيفوه للمحلبي يضيفوه لحشوات القطايف والكنافة والمعمول هسا أول شي راح نضيف اللوز بصحن العمل ونضيف عليه السكر والزبدة والمستكة وبالتأكيد راح نضيف البياض البيضة وحدة راح نضيف لهاي المكونات هاي هي عجينة اللوز أو حشوة اللوز تستعمل بشغلات كثيرة مختلفة بالمطبخ المغربي أو الحلويات المغربية تستعمل لعمل كعب الغزال تستعمل لعمل البقلاو هم يسموها تستعمل لعمل البريوات وحشوات مختلفة حتى يحشون بيها يعني أنواع من العجين هسه راح نعجنها كل هاي المواد بيدنا بهذا الشكل حتى نحصل على عجينة متماسكة طبعا راح هسه نكور هاي العجينة إلى كرات صغيرة صغيرة الحجم يعني بقدر حبة البندق أو هالشكل يعني حجمها كل شي صغير أصغر من الجوزة وهالشكل كملنا تكويرها ممكن أثناء العمل نشيل منها نزغرها أو نكبرها حسب العجينة اللي راح استعملها طبعا هنا عجينة البقلاوة عندي أنا ما راح استعمل كل الكمية راح أاخذ الكمية اللي راح تكفيني راح أقطعها إلى شرائط بهذا الشكل حتى حتى يسهل استعمالها والباقي والباقي راح أرجع أغلف وأحفظ بالبراد أو الثلاجة ممكن استعملها بأشياء مختلفة طبعا ممكن تستعملوا مثل ما قلت لكم عجينة السمبوسك أو القلاج مو عجينة البورك عجينة البورك ما تصير لكن عجينة السمبوسك اللي تنباع اللي كل شي تكون رقيقة أو القلاج يسموها هنا نغطيها بفوطة حتى لا تتيبس عندنا الورقات لأن تعرفون ورقة البقلاوة كلش رقيقة وبمجرد نسمات الهوى العادية تتيبسها طبعا راح ناخذ أول شريط بنفس طريقة تلف السمبوسك على شكل المثلث بهذا الشكل طبعا العجينة تترهموها ممكن أن شوي تدوسوها بإيدكم لأن هي عجينة لينة حتى تتناسب ويا شكل المثلث اللي تسووه بهذا الشكل اللف المثلث وندخل الورق الزائد داخل المثلث بهذا الشكل نحصل على عجينة كاملة متماسكة ممكن شوية تبلوها بالمي أو إذا شوفوها محتاجة مي مو ضروري هنا راح أسوي إياكم قطعة ثانية طبعا سويت كذا نوع سويت أحجام مختلفة الحجم الكبير هاي هنا سويتها بحجم كبير وثويتها بحجم أصغر هس راح تشوفون طريقة لفها ممكن أنا نقص الزائد إذا ما دخل داخل السمبوسك أو الحبة السمبوسك المثلثة ممكن أنا نقص بالمقاس واللف بنفس الطريقة طبعا هنا راح أرجع أقسم هذا الشريط اللي قطعنا أول مرة بالنص حتى أسوي قطع صغيرة الحجم يعني بقد لقمة وحدة يعني وحدة تحطوها بالثم بالفم كلش صغيرة أحسن من أنه مثلا واحد ما يحب أو ما عجبته أو ما يحب يأكل هواي فهالشكل تكون بحجم اللقمة الواحدة هنا سويت بهذا الحجم الصغير بهذا الشكل منظره كلش حلو وكلش نازكات وصغيرونات أثناء التقديم طبعا أيضا سويت بطريقة أخرى أنه لفيت مثل السيقارة مثل ماذا يشوفون أصدقائي هنا لفيت العجينة مثل غلة ورجعت لفيتها مثل السيقارة بهذا الشكل مع ورق القلاج ممكن أبلل أيضا ورق القلاج مثل ما قلنا وحش شكل حتى يلتصق بهاي الطريقة كملت كل الكمية اللي عندي أو الكمية اللي أنا أريد أسويها ممكن أيضا تحطوها بعلب وتجمدوها وطلعوها تقلوها أثناء الحاجة يعني إذا ما محتاج كل الكمية ممكن أنتلجوها بالمجمدة لكن على شرط أنه تصفوها بعلب حتى لا تتكسر طبعا هنا زيت حار ضفت عليه ملعقتين من السمنة حتى تنطيها نكهة الحلو العربي إذا ما متوفر عدكم أيضا مضرورية السمنة وانتظر الزيت إلى أن يصير ساخن وأبدي أنزل حبات البريوات البريوات اللوز في الزيت حتى أقليهن طبعا رح بسرعة يتشقر وبسرعة ينقل ما يحتاج من وقت طويل وأنا هنا يكون عندي قطر أو شيرة جاهزة باردة رأسا أشيلهن وأسقطهن بالقطر وتكون شوية لازم الشيرة أو القطر يكون ثخين شوية نسبة ما مراقيق وحتى يظل مقرمشات أطول مدة ممكنة بهذه الطريقة نشيلهن ونحطهن على جنب بصحن آخر مجرد أنه بس نغمسهن ونشيلهن لمدة دقيقة وحدة بهذا الشكل كملنا البريوات ونقدمهم بعض الفطور مع استكان الشاي يعني كلش طيبة وشهية وبهذا الشكل كملناها بريوات اللوز أو أنا أسميها مثلثات اللوز أو أي تسمية ممكن أن تسموها حلو مغربي لذيذ جدا وسهل وممكن تساوه بسرعة ممكن تحفظه الثلج المجمدة وبهذا الشكل كملنا وأقل لكم إلى اللقاء في فيديو قادم أتمنى لكم مشاهدة ممتعة لا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس وأيضا الاشتراك في القناة الثانية أتمنى لكم إفطار شهيا ورمضان كريم أتمنى لكم